موسيقى متابعي ميلتي ميديا الإذعى الجزائرية أهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من برنامج المسميات إلى أقصى التجريب يركض بالتصوير السريع أحياناً وبالبطيء أحياناً أخرى ترك الشعر بما هو تذكير للوجود لكنه حمل معه الشعرية الأنفى أكثر الذين يصدق عليهم قول ابن عربي المكان الذي لا يؤنته لا يعول عليه أسعد باستضافة الكاتب القاص والشاعر والإعلامي الأستاذ علي مغازب أهلاً وسهلاً بك سعلي مرحباً وتحية لمستمعات ومتابعات ومستمعي ومتابعي مسميات شكراً لك على استجابتك للدعوة سنحاول أن نسمي بعض أشيائك الجميلة أبدأ معك في هذا الركن الإسماعيلة مسمى سعلي من الكتابة ماذا تعني الكتابة بشكله العام بالنسبة لعليم الغازي؟ أنا رح نحاول أن نتهرب من الإجابات القوية التي تقدم الكتابة على أساس أنها شرط للوجود أو صناعة واقع موازي للواقع الذي نعيشه أنا بالنسبة لي الكتابة هي مسار توردت فيه بطريقة ما نحن في بدايات تجربتنا كنا نكتب رسائل لصديقاتنا رسائل غرامية لصديقاتنا ثم تطورت المسألة إلى أن نحاول كتابة شعر أو نحاول كتابة نصوص تؤرخ لحالاتنا العاطفية بعد ذلك تنقلب تلك اللعبة التي كانت تمارس في إطار ضيق وبمفاهيم محدودة إلى لعبة كبيرة حدث هذا لما فست أنا بجائزة في أظن كان عمري أنا ذاك 18 سنة فجأة وجدت نفسي أمام صحفيين وكتاب وهكذا دخلت شيئاً فشيئاً للكتابة الآن الكتابة بالنسبة لي تعني لي العمل من أجل صنع ذائق وأيضاً للمشاركة بطريقة أو بأخرى في صناعة مستقبل لا أقول العالم لأنني أتحدث داخل حيزي الضيق ولكن أريد أن أساهم في صناعة بشكل ولو بسيط صناعة المجتمع صناعة مستقبل المجتمع اللي قاد نعيش فيه بالنسبة لي المجتمع والذائقة في المجتمع التي تفضلت يعني بتأكيد على أنك تحاول صناعة ذائقة هل تعتقد بأن الكاتب والسارد أو الشاعر له تلك السلطة والصلاحية التي تجعله قادراً على صناعة الذائقة وهل يقتصر دور أو يقتصر بناء هذه الذائقة على المؤلف أو منتج النص في حد ذاته للأسف الكاتب لا يمكن أن يذهب بعيد في تكريس مشروعه ولكن مهما يكون فلدى الكاتب سلطة معينة رمزية في النهاية هذه السلطة تسمح له فعلاً بأن يصنع ملامح مشروع صغير إذا كان سبوراً وإذا لم يستعجل الحصول على المجد عادة يكون الكتاب ماهوسين بفكرة أن يموت وهم كتاباً كباراً أنا بالنسبة لي هذا الطرح ألغيته من ذهني تماماً أنا يمكن أن أغادر الحياة وأنا لست كاتباً كبيراً ومع ذلك سأشعر في آخر لحظة أنني قتلت من أجل شيء جميل فقط نحن دائماً نخوذ الطرق الصعبة لتحقيق أشياء بسيطة بينما يمكن أن نخوذ طرق قصيرة وسهلة ونحصل على أشياء جيدة أنا دائماً أتحدث عن مجتمع الأخلاق ومجتمع الجمال الأب يعلمنا أشياء أخلاقية ولكن الأم تعلمنا الجمال لما نكونوا رايحين للمدرسة توصينا الأم أنه منحوش أوراق الشجرة لكن الأب يعطينا أفكار حول أهمية الشجرة ودورها في المجتمع وما إلى ذلك لكن إذا نحن مشينا بالأخلاق يمكن أن نقطع تلك الشجرة ونأخذ منعها لنقاتل شخصاً ما ونحدث مشكلة كبيرة أقل قيمة الشجرة أكثر قيمة منها لكن باسم الجمال لا يمكن أن نؤذي الشجرة لهذا أنا أراهن دائماً على صناعة الجمال وصناعة الذائقة وليس ترويج الأفكار لما نحكي عن نفسي علي مغازي ليس لدي فكرة أريد أن يتبنىها المجتمع لدي ذائقة أما الفكرة الذائقة تصنع وعاء العقل الذي يمكن أن يلتقط الأفكار رائعة لكن لما أحاول فرض فكرة على المجتمع أو أحاول تسويق فكرة معينة للمجتمع فأنا تقريباً ندخل في نوع من التسويق الإديولوجي لأن تصدير الأفكار دائماً يأتي بنزعة معينة لتكريس رؤية أو فرضها أحياناً وهذا أحياناً وإن شوفوا بعض الكتاب وبعض المثقفين والفلاسفة ما يقدرون شيء غيروا توجهاتهم يشوفوا العالم يتغير ولكن لأنهم متمسكين هذه الفكرة بشكل قوي ما يقدرون شيء غيروا توجهاتهم لا أقول تماشياً ولكن بمنطق أن يكون للكاتب مقدرة على قراءة الواقع بطريقة جيدة أود أن أتوقف معك عند فكرة الفكرة وصناعة الذائقة الجمالية ألا ترى أن هناك جدلية إذا كانت الذائقة الجمالية لا يمكن أن تصنع إلا من خلال الفكرة التي تبث عن طريق الفكرة فهناك كيف توفق بين الفكرة بعيداً عن فكرة الأدلجة والخطاب الذكوري وما إلى ذلك يعني كيف يمكن أن تتسرب هذه الدائقة إذا لم تكن من خلال الفكرة أو من خلال في الكتابة نحن نتعامل مع مجموعة أفكار كل نص هو يحوي على نحو ما فكرة ولكن مشروع الكاتب بشكل عام هناك كاتب يساري مثلاً لديه فكرة سياسية ربما أو فكرة نحو مجتمع يجب أن يعيش وفق هذا المسهر أو ذاك الإيديولوجيات الاستفاف الموجود الآن في العالم سببه الإيديولوجيات والأفكار التي يمكن أن تكون أهم من الإنسان أحياناً نحن ندمر الإنسان من أجل فكرة أقل قمة من الإنسان بالنسبة لي أنا أفهم شروط اللعبة أنا لست أدير شركة كبيرة قادرة على التأثير في الرأي العالم العالمي أنا لا أتحدث في قناة تلفزيونية عظيمة بشكل مستمر حتى أشارك أو أفرض أو أروج للناس فكرة معينة ولكنني بمنطق الذي علمته لأمي نحن في مجتمع يتحدث دائماً عن الثقافة الأم لأنه في النهاية الجزائر تبقى بما يسمى الثقافة الأم الثقافة الأم التي سمحت لنا بأن نحافظ على تراث بأن نحافظ على الأغاني وعلى الأساطير تلك الأغاني والأساطير في مدة قريبة كنا نخوض حروباً مع مجتمعات أخرى بسبب الثقافة يعني ما حدث مثلاً في مسألة الزليج هو صراح ثقافي لأول مرة الجزائري فجأة اكتشف سلاح عظيم اسمه الثقافة وأصبح الدفاع عن تلك الثقافة أمر مهم لذلك أنا بالنسبة لي دائماً أنظر الأشياء ببساطة يعني أخذ الأمور ببساطة فلما يكون لدي جمالية معينة أدفع عنها لما يكون لدي رؤية جمالية للحياة وذائقة أنا نقدر نتخيل أطرها وفضاءاتها الممكنة تفق مسألة الأفكار الأفكار مرمية في الطريق في النهاية نحن يمكن أن نلتقط الأفكار في مسيرة عشر خطوات نلتقط فكرة أو اثنين ويمكن أن نتحدث على الأفكار يومياً في الميديا سنعود إلى هذه الفكرة فكرة صناعة الذائقة بعد هذا الفاصل متابعي ميلتي ميديا الإبعاء الجزائريا وجدد ترحيبي بكم في هذا العدد من برنامج مسميات وجدد ترحيبي بضيف هذه الحلقة الأستاذ الشاعر والكاتب عليم الغازي سعلي أعود إلى فكرة الصناعة قبل أن أتطرق معك إلى الجانب الأنثوي فيك إن صح التعبير أو جانب الانتصار للأمومة فيك صناعة الذائقة الجمالية ما دور المؤسسات الثقافية والمؤسسات التربوية ما دور المؤسسات التعليمية في صناعة هذه الذائقة ما دور النصوص الأدبية والجمالية المبتوثة في هذه المنظومات التربوية في صناعة هذه الذائقة يا سعلي للأسف حتى الآن بحكم أننا في الجزائر لا لدينا مشروع ثقافي كبير أو أحيانا نشعر بأنه ليس لدينا مشروع ثقافي وبالتالي فالنتاج الثقافي هو مبادرات شخصية أو أشياء بمثابة الأشياء الجميلة التي تنتج دون أن نستطيع توظيفها في سياق مشروع معين مثلا السينما الآن نتحدث عن تطوير السينما فنحن نتجه في مسار دون أن تكون لدينا قراءة أو رؤية إلى أي نقطة نريد أن نذهب وانطلقنا من أي نقطة أيضا في المسرح في الأدب في ما إلى ذلك أنا بالنسبة لي الانتصار للأمومة الجزائر محمية بالأمومة نحن نتحدث عن مجتمع بمثابة النهر بذفتين دائما كانت المنظومات الثقافية التعليمية تنتصر للأب تنتصر للأب المفهوم الرمزي وكانت دائما تهمش الأم لكن في لحظة معينة عندما نفقد كل شيء وهذا ما يتعلق بتعريف الثقافة الثقافة هي ذلك الشيء الذي يبقى لنا عندما نفقد كل شيء أيضا بالنسبة للمجتمع الجزائري خاصة في المناطق النائية هناك كفاح كبير من أجل الحفاظ على الثقافة الوطنية الثقافة المرتبطة بالإنسان في المدة الأخيرة أنا نشتغل مع صديقي خالد شنة في إنتاج فيلم حول بايا محيددين بايا محيددين لديها مقولة مهمة عندما قالت أنا في لوحاتي اللي وسط إلى العالمية أنا نبدأ برسم إمرأة ثم أحيط تلك المرأة بمجموعة قطع جمالية معينة وردة أو زهرة وما إلى ذلك وبهذه الطريقة قدرت بايا تصنع فن رائع إلى أنه سميت المدرسة البايوية نعم كيف استطاعت ذلك؟ هي فتاة كانت يتيمة بما يعني أنها صنعت نوع من الأمومة لنفسها كانت أم نفسها وأيضا علمت نفسها بنفسها يعني أستاذت نفسها في منطقة في مجتمع أمازيغي قدرت تصنع فن رائع هذا الفن نحتاجه اليوم لماذا؟ لأن هذا الوطن بحاجة فعلا للأمومة بالمفهوم الواسع الانتصار للأنوثة الانتصار للأمومة الانتصار للأمومة ليس فقط كفكرة اعتباطية ولكن في المعمار نحن نتحدث مثلا في المعمار المعمار الأمومي ليس كالمعمار الأبوي جوهانسبورغ مثلا مدينة يقال إنها مدينة أبوية وين تشوف العمارات الواسعة السحات الواسعة هناك نسب الإجرام قوية جدا بينما في المدن ذات الطابع الأنثوي التي تحترم بعض المقييس مثلا في السلم نحن نمشي وعادة المهندس يكون رجل فلما يصنع السلم يصنعه حسب خطواته نوع من الإنغلاق على الذات في المجتمع الأنثوي أو المجتمع الأمومي إذا صح التعبير ليس الأنثوي الأمومي بالدرجة الأولى هناك نوع من التفكير دائما في الآخر بحيث الأرصفة تكون قابل بأن يمشوا فيها الأطفال يستخدمها الأطفال، يستخدمها الرجال، الشيوخ، ذوي الاحتياجات الخاصة كل الناس تستطيع أن تعيش في هذه المدينة لكن المدينة الأبوية الذكورية المدينة التي نشوفها أحيانا في مثلا في الأحيان التي نسموها الميل وين نشوفها عمارات وساحة واسعة وهناك سهريج وكلب وأشياء مرمية تحس أن هذا المجتمع مهيئ أن سكان هذه المنطقة مهيئين أنهم يمشوا في مسارات انحراف بينما الأحياء وين المساكن متقاربة النوافذ تطل على بعضها الناس يطلقوا تحس بنوع من الحميمية والدفع هناك هندسة على ذكر الهندسة وعلاقة الهندسة والبناء التي لها علاقة أيضا بالبناء في النص الأدبي وفي الكتابة لاحظنا ذلك التحول لدى علم الغازي يعني من كتابة الشار إلى كتابة الرواية القصة من كتابة الشار الذي هو ذكورة ومذكر إلى الكتابة القصة التي هي أنثى هل لهذا التحول الشكلي في ميدان الكتابة علاقة بالتحول على مستوى رؤية الكون والموقف من الكون رؤية الكون بالتعبير جولدمان هل حدثت تغييرات هل تبنى النظرية النسوية مثل العليم الغازي؟ وما هي المسببات والدوافع؟ وكيف حدث هذا التحول في علم الغازي؟ أولا الرهان على الشعر هو رهان عظيم وإنساني هذا لا أحد يختلف في ذلك الشعر هو منجز عظيم إلى حد أني دائما أدعو إلى حماية التراث الشعري سواء محليا أو في العالم مع ذلك المشكلة في كتابة الشعر دائما تكون أنت ضحية ذاكرة فعالية خاصة بك شعر وأيضا داخل زحمة التراث يصعب اختراقه وبالتالي أنا لم أترك كتابة الشعر بشكل نهائي ولكن بطريقة ما انتقلت إلى نوع من الكتابة في القصة تستفيد من الشعر أنا دون أن أشعر لم أخطط أن أكون قاساً ولكن ذهبت في تطوير نصي إلى أن وجدت نفسي أكتب القصة ثم شعرت بروح من المسؤولية وبدأت أبحث في هذا المجال إلى حد أنه نجحت في إزدار على الأقل ثلاث كتب وراقياً وأخذت مساحة من القبول يعني الناس قرات بشكل أشعر أنه مرضي أنا لا أزال أكتب الشعر ولكن عندي أسئلة كبيرة حول الشعر عندي أسئلة كبيرة حول الشعر وحول ما يجب أن يكون عليه حول علاقة الشعر باللغة حول التراث اللي ورثته الكبير العربي الكبير اللي هو أكبر من أن أعيه وأحياناً أكبر من أن أكافح مورثاته السلبية إذا صح التعبير تمشي أنت تقرأ قصيدة بمجرد أن تقف يتوقع الناس أنك ستهلل لتلك الجماليات المهترعة والمتآكلة والتي انتهت لذلك أجد راحة كبيرة بحكم أني أنا نعيش كاتب نحب دائماً الفضاءات لتفتح أفق للتأمل لهذا السبب أنا أكتب القصة لأشعر بنوع من الطمأنينة والسعادة أنا أشعر بسعادة كبيرة وأنا أكتب القصة على عكس من الشعر يبدو لي صعب جداً ويبدو لي أنه بحاجة لنقاش طويل نقدي وفلسفي وعلى كل المستويات حتى نحل بحذ الأسئلة التي أعتبرها الآن أصبحت أسئلة وجودية مع الشعر أسئلة وجودية مع الشعر وحوارنا يتواصل بعد فاصل قصير موسيقى متابعي ميلي ميديا الإذعار الزائريان أجدد ترحيبي بكم وأجدد ترحيبي بضيفي هذه الحلقة أستاذ علي مغازي أستاذ علي مغازي مأزق الشعر كما تعتقد بأن الشعر في مأزق وهذا يحيلنا إلى أنك تضع فاصلاً في الكتابة بين الشعر والسرد يعني تتبنى مفهوم الأجناس الأدبية في الواقع أنا أكتب القصة القصيرة جداً القصة القصيرة جداً تلتقي مع ما يسمى الشعر الومضة أو ما يسمى الشذرة إذا صح التعبير خرجت من الشعر إلى القصة دون أن أدري دون أن أشعر بذلك الخروج لأنه لم يكن خروج تعسفي كان خروج هادئ ومسالم يشبه تماماً أنه تكون جالس ويمر عليك ما بنفس درجة حرارة جسمك وبالتالي هذا الانتقال خلاني نكتب القصة بروح من الأصالة إذا صح التعبير يعني أنا لم أذهب إلى القصة لأتعلم كتابتها أنا جربت في نوع من الكتابة ليست شعراً ولكن تقترب أن تكون كتابة أكثر تحرراً من سلطة الشعر دون أن أقع في مشكلة ما يسمى بالقصيدة النثرية لأنه من شعر فربما تتفق معي أو تختلف القصيدة النثرية أحياناً تجد نصوص لا روح فيها ولا نكهة فيها لا توجد أشياء يمكن أن أتمسك بها جمالياً رغم ذلك تقدم على أساس أنها قصائد عظيمة وما إلى ذلك وهناك أسماء مشريق في المشرق العربي تقدم على أساس أنها قدمت شيئاً عظيماً في الشعر بينما أنا أرى غير ذلك بصراحة أرى غير ذلك تماماً وأرى هناك نوع من المبالغة وهناك سيطرة الترجمة واحد يكتب الشعر كأنه يترجم وبالتالي أنا لما انتقلت إلى القصة ستجد الكثير من الشعر في القصة أعتقد أنك ستجد الكثير من الشعر ما وصفته أنت بروح الشعر ويصفه النقاد والدارسين بالشعرية يعني بويتيك وهي العوامل وما يميز ما يجعل الكلام الأدبي كلاماً أدبياً وهو ما يتوفر في أغلب نصوصك التي كتبتها تحمل شعرية عالية يعني حتى في مجموعاتك القصصية الثلاث تلك الونضة ذلك التكثيف تلك الروح الشعرية لكن يلاحظ في كتاباتك حضور الأنثى حتى أن البعض يتهم علي مغازي بأنه يميل إلى الجذب القارئ بالمواضيع المراهقاتية ماذا ترد؟ نعم نعم وبثاف مرات قيل أنه أنا أكتب للمراهقين دعني أخبر الجميع أنه في الولايات المتحدة كان على الأقل خمس كتاب للمراهقين يعني أنا لما نكون كاتب للمراهقين والمراهقات كما يقال فهذا شرف عظيم لي أنت تغيّه؟ نعم شرف عظيم أنت تغيّه يعني تجعله غاية لك يعني في الكتابة أنا أقل كيف يكتب عليه مغازي يعني الكثير من النصوصك كنت قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي ثم قرأتها في مجموعاتك الساسية أنا أعتبر نفسي أقل من أن أطمح لأن أكون كاتب للمراهقين والمراهقات أقل بكثير لأنه في العالم العربي لا يوجد كتاب للمراهقين والمراهقات يعني كاتب متخصص يعني عمل كبير لما مجتمع يوصل إلى درجة كبيرة من الحضارة بش يقدر يكون عندك كاتب للمراهقين والمراهقات لماذا؟ لأن المراهق هو في فترة صعبة فلما يكون عندك مجموعة كتاب يكتبوا لهذا الجيل فأنت تضمن عندك مجتمع رائع في المستقبل وبالتالي تهمة أنني أكتب للمراهقات والمراهقين تهمة أتمنى أن أستحقها بصراحة مسألة أخرى لماذا أنا أوظف المرأة؟ أولاً نحن في مجتمع عندنا دائماً مشكلة الحوار دائماً نتحدث عن المدني العسكري الغني الفقير الشمالي الجنوبي المدينة مرفع الرجل للذكورة والأنوثة هذا كصراع كيف تقدر مجتمع متكامل تحب أن المدني والعسكري يكونوا بسلام كبير ومتفهمين لا مشكلة بيناتهم إذا أنت في المجتمع لا تستطيع تبني علاقة بين الرجل والمرأة اللي هما اللبنة الأولى في علاقة الإختلاف إذا ما إذا إحنا نشوفه دائماً نقرأه ننسوا ما يقوله يقولوا الرجل فيه كذا وكذا 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 كما لو أنه هي تحكي عن كائن آخر تطالب بوجود كائن آخر ومغالطة ذهنية هو الرجل هكذا والمرأة هي هكذا لماذا يوجد سراح كبير بين المرأة والرجل في مجتمعنا نسب الطلاق العالية جداً ومش نسب الطلاق فقط نحن وصلنا إلى نسب الخلع فمعنا هناك علاقة غير فيها خلل بين المرأة والرجل في العالم العربي بشكل عام وفي الجزائر كي لا ندخل في التحليل الاجتماعي الذي هو ليس من اختصاصي هذه الحلقة ونعود إلى مفهوم الكتابة كنت ذكرت فكرة المراهقاتية وأن تكون كاتباً للمراهقين وهو ما يطرح حضور القارئ والمتلقي لدى المؤلف فعليم الغازي ككاتب كمؤلف هل يحضر القارئ والمتلقي في ذهنك أثناء الكتابة؟ أنا أتمسك بإكمال فكرتي لأنه أنا نكتب إلى الجيل اللي رح يبنيننا أسر ومجتمع في المستقبل الناس اللي عندهم مشكلة مشكلة كبيرة في فهم الآخر ومعدناش مصرح يعلم الناس كيف يكتشفوا الآخر معدناش سينما قوية وبتالي أنا أكتب لي أجيب عن أسئلة محددة وظواهر محددة أما فيما يخص القارئ فعلاً هناك تهمة أخرى قيلت أنا كاتب الفيسبوك هذه تهمة أنه أنا معروف فقط في الفيسبوك أو ظهرت في الفيسبوك فعلاً أنا أستخدم الفيسبوك للتواصل مع الناس ومعندي مش مشكلة في هذا لأنه أنا منش ابن مؤسسة تدفع عني أو أنتمي إلى حزب معين أو جهة معينة تدفع عني أو لدي نفوذ في مناطق نفوذ ثقافي بالمعنى الثقافي في الخليج أو في فرنسا أو في أي مكان أنا ابن هذا المجتمع وأكتب داخل هذا المجتمع عندي منبر والفيسبوك ومن ذلك المنبر أتعلم من الناس أحتك بهم وأستمع لقرائي دائماً يقولوا علي مغازي أنت تستمع لقرائي فعلاً أنا أستمع لقرائي لأن أحياناً يجيني رسالة هذا الناس جيد في هذا الجملة فيها مشكلة دون أن يحددها لما نبحث أجد أن هناك فعلاً مشكلة هذا يحيلنا سعلي إلى مفهوم التفاعل يعني والأدب الرقمي وحقول معرفية كثيرة يعني يتحدث عنها الآن في الدرس النقدي والدرس الأدبي والدرس الأكاديمي يعني ما حدود ما حدود الصلاحيات التفاعلية للمتلقي في نص هي حدود ودية ودية بحتها دائماً أنا ملتزم بذلك الجامب الودي وين أحياناً القارئ يتدلل على الكاتب أنا أقبل بهذا الشرد ما لم تصل إلى الحد الذي يصبح غير مسموح بتجاوزه بالنسبة لي ككاتب في علاقتي مع القارئ وبالنسبة للقارئ في علاقته بي أنا أنا أكتب بيروح دائماً بيروح من المحبة للقراء وداخل هذه العلاقة الودية التفاعلية دون تجاوز أنه يقتركون هناك إملاء أو شيء من هذا القبيل شكراً جزيلاً لك سالي على هذه الدردشة الجميلة والعميقة والشكر مصول إليكم أنتم متابعين ميلتي ميديا الإذاع الجزائري أينما كنتم وإلى قضايا جديدة ومسميات جديدة تقبلوا تحياتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر